السلام عليكم ورحمة الله وعزائي الطلاب طلاب الحدي عشر ها طلاب الحدي عشر واو اليوم عنا يا شباب درس جديد اه بالوحدة الحدي عشر اه انا الوحدة اذا ما منعرف يونيت 11 11 كتاب انجليش فوربالستان 11 صفحات اه اه مية وطناش ومية وطلعتاش اخدنا المرة الفاتت اه التكست اي بي سي وشوفنا مقدمة عن الاخبار او كيفية تدوين الاخبار اه بالصحف وكيفينا عملية الصبق الصحفي او الاخبار خدنا عندنا صورات شوفوا كيف خدنا عن كرة القدم اليوم درس اه اشمل ان شاء الله راح يكون بصفحة مية وطلعتاش مية وطلعتاش اوكي اعنا هاي الفقرة اهم فقرة بالوحدة هي 11 عنوانها the death or the newspaper موت الصحيفة او اهل الصحف اه طبعا نحكي عن الصحف الورقية هل الصحف الورقية في يوم ما سوف تختفي او سوف لا تكون موجودة بدنا نشوف اوكي اوكي Une first year media studies student اي طالب اه اه زي ما بتعرفوا ابتل في الجامعة في تخصص الاعلام اي طالب اعلام سانية اولى فى اي جامعة ماله سوف يقول لنا أن الصحف المكتوبة أو الجرائد سوف لن تكون موجودة أو لن يكون لها مستقبل في القرن الواحد والعشرون إذا كمان ما رأى أي طالب في سنة أولى جامعة بتعلم دراسات أو أسف إعلام راح يقول لنا أن الصحف بالقرن الواحد والعشرين الجرائد الورقية أو المكتوبة سوف لن تكون موجودة ولا أن كلها مستقبل في زمننا يبدو من خلال الأبحاث بأن شبكة الإنترنت سوف تستحوذ أو تستولي take over يتولى استحوذ على استولي from the paper الثباتات أو الدراسات الحديثة تثبت أنه استخدام الأخبار بشكل عام من شبكة الإنترنت أحسن من الأخبار التي تأتينا على ورق أو جريدة يعني as the main source of news إذن بيعتقدوا أنه الإنترنت هو مصدر أصبح أهم أو استولى أو استحوذ على جراد الورقي بسبب أنه مصدر رئيسي للأخبار especially among the young خصوصا ذلك يشمل شريحة الشباب خصوصا في شريحة الشباب أو جيل الشاب فقرة الثانية the reasons are not hard to find أسباب أنه الإنترنت أحسن وهو مصدر أكثر للأخبار مقرنة بالجرائد الورقية ليس من الصعب أن نجدها بل هي كثيرة like a lot of things on the internet زي كثير أشياء موجودة على شبكة الإنترنت the news is free إذن الخاصية الأولى أو السبب الأول لأنه انتشار الانترنت كمصدر الأخبار أحسن من جرائد الورقية هو إيش هو أنه the news is free أنه الأخبار الموجودة على شبكة الانترنت هي مجانية the news is free and there is a lot of more choice with hundreds of sites providing the latest information هاي رقم واحد أنه مجانة ثين there is a lot of more choice في كثير مصادر أخبار متعدلة ممكننا إذا عجبتيش شبكة الجزيرة أو شبكة العربية مثلا أو على مثلا على مواقع أخرى إذن الأخبار ممكن تكون موجودة في كثير مواقع وأنا بختار المصدر اللي أنا معني فيه with hundreds of sites بمئات المواقع site لهم موقع الإلكتروني providing providing the latest information on any topic you could wish بحيث أن هذه المواقع أو بالإنترنت توفر لك آخر المعلومات أو تزودك بآخر المعلومات في أي موضوع أحببت أو تمنيت it is also obviously more interactive أيضا وجود الأخبار على شبكة الإنترنت فيه تفاعل أكثر interactive فيه تفاعلي يعني كيف تفاعلي you can search for stories on whatever you are interested in بإمكانك أن تجري بحثا من خلال موقع الإنترنت على أهم الأخبار أو ما يدور وما يخصك أو ما يهمك ويثير احتماعك and explore them as far as you want إمكانك أن تستكشف وتبحر في هذه المعلومات أو الأخبار آآآ بالعمق الذي أحببت أو كما تحب often with the added extras of audio and video فينا كمان هون خاصية إيجابية لـ news online إنه وجود الأوديو الصوت and video يعني الأخبار أصبحت مش زي الصحيفة إنه مجرد مكتوبة أو خط كبير أو ألوات لا أصبح فيه تفاعل فيه كمان إضافات تأثيرات اللي هو اللي فيه وجود فيديوهات من أرض الحدث زي أصوات أو مقاطع صوتية supporters الداعمين أو مساندين supporters of online news also say that they prefer the way stories get straight to the point كمان خاصية للـ online إنه الأشخاص اللي بتابعوا الأخبار online آآآ بيجيهم الأخبار أو ما يحدث get straight to the point بشكل مباشر إلى الضغطية تكون بشكل مباشر لما يدور آآآ with their busy high speed lives حيث أن يعتبرون الصحف الورقية الصحف الورقية ما لها آآآ articles أو المقالات اللي بتكون مكتوبة في الصحف to long to fit in لا تنسبهم خصوصا ليش ما يبتنسبهم with their busy high speed lives بسبب أنه حياتهم آآآ حياة الإنسان اليوم آآآ في كثير إنشغال ما عنده المقدر أنه يفتح الصحيف ويقرأ مطال مقال آآآ طويل جدا عشان إيه يستنتج الأخبار high speed lives وسرعة اللي تقدم الحياة أو النمط اللي بتمشي في الحياة نمط سريع فوقتنا دايما بيكون آآآ ما منحب نقعد وقت طويل على شيء معين آآآ منحسه آآ ما بستحق أوكي فقرة الثالثة personally هلا بنشوف شو رأي الكاتب نفسه اللي كتب الدرس بشكل شخصي ذو ومع ذلك يعني مع كل اللي حكناه والإيجابيات هون عندي إيجابيات الأخبار online هون إيجابيات الأخبار اللي هي آآآ خلنا نحكي على شبكة الحسوب وشبكة الانترنت هون بنشوف إيش رأي الكاتب بكل هذا الموضوع بيحكي الكاتب I am not so sure that newspapers are dead أنا لست متأكدا مئة بالمئة ولا أجزم أن الصحف الورقية قد ماتت أو انتهت or even dying أو حتى في مرحلة الانتهاء أو تحتضر أو تموت two years ago قبل عامين I stopped buying a newspaper every day and started getting all my news online لقد بدأت توقفت عن شراء الصحيف الورقية وبدأت أتابع كل يوم الأخبار الموجودة على شبكة الحسوب شوفوا كيف هاي التجربة صارت معا thinking that apart from the cost benefit it would save me time أوكي هو بعتقد عادة ما عادة أنه كمان تكلفة أقل لأنه شبكة الانترنت أنت ما بتدفع اشتراق شهري أو يومي زي مثلا الصحيف الصحيف لازم تدفع مصاري بالنهاية شو ما كانت قيمة حتى لو شكل أو شكلية أنت بنت تدفع مال عشان تحصل عليها بينما الأخبار على الإنترنت في عنا تنوع أخبار ومجاني أوكي وطبعا كان يعتقد الكاتب أنه راح توفر وقته أو جهده يعني after a few months نشو شو صار معا بعد مرور عدة أشهر I found I was spending at least as much time clicking through various online sites أوكي وجدا وجدته نفسي أضغط أزرار الماوس أو المؤشر على كثير ومواقع إلكترونية متعددة As I just spent reading my daily newspaper يعني الوقت اللي كان يستهلكه بما يفتح الموقع ويدور على الأخبار اللي بده إياها أو يختار بين عدة مواقع وقت أكثر من اللي كان يستهلكه في قراءة الصحيف الورقية اللي هو اللي الشباب بيحترضوا عليها I also gradually began to realize that the whole experience was dissatisfying وجدت أيضا أن تجربة قراءة الموقع online أو بشكل محوسب هي تجربة less satisfying أقل أقل رضاء صار عنده رضاء نسبة الرضاء عنده أقل and that I didn't retain as much of what I read ولا أتذكر أو لا أستوعب كثير مما أقرأه there was simply too much choice on all the internet news sources سبق أنه في كثير مصادر للأخبار أصبحوا مشتت وأصبح لم يركز بشيء واحد من الأخبار I was reading more stories أصبح يقرأ صحفي أو قصص عن نفس الخبر كثيرة but they were often not the most important ones لكنها كانت they ترجع ل stories but ones كما مرة ترجع ل stories هذول التنين برجع ل stories لكنها لم تكن الأكثر أهمية كان يقرأ أكثر القصص ما كان ياخذ ما كان عنده القناعة الكافية زي ما كان هو يقرأ من الصحف إذن حسب القطاع هاي الفقرة الثالثة نشوف إنه هون هم بتحدث عن advantage of newspaper هون حكينا عن إيجابيات فقرة هي عن إيجابيات تعلم أو آسف أجابيات القراءة الصحف عن بعض أو قراءة الصحف online house app هون نحكي عن قراءة الصحف الورقية نشوف إنه الكاتب ميوله أو توجهه أكثر لايش للقراءة بالصحف أو القراءة التقليدية اللي احنا منعرفها اللي هو شراء الصحيف الورقية وقراءتها أوكي آخر فقرة شباب less than a year later I came to conclusion less than a year later I came to the conclusion that what I needed was not the freedom to decide بعد ثانية من تجربته وجد إنه النتيجة إنه الإشي مش حريت أنا شو أقرر أو اختار لنفسي for myself what I wanted to read but outside direction towards what I should read العبرة الفكرة مش أنا أي مصدر أقرأ منه لا العبرة أي وسيلة أستخدم عشان أفهم اللي بقرأه in other words كلمات أخرى وبصياغ أخرى I needed a good editor and in the end I got one by going back buying Louis Bebel أردت أن أجد محر الأخبار أو كاتب للأخبار جيد وذو ثقة واكتشفت أو وجدت ذلك فقط عند شراء الصحف الورقية يعني هو بيحكي بكلمات أخرى أنه الموجود على شبكة الإنترنت شباب وشيع ومصادر الأخبار مش كثير موثوقة زي مصادر الورقية مع أنه أسهل إله يستخدم الإنترنت وأوفر إله لأنه وجدت أنه مصدقية الأخبار مش بنفس مستوى الأخبار الموجودة بالصحف التقليدية والأوراقي إذا المستنتجوا هون أنه الكاتب مع فور ولا أغانست مع ولا ضد الموت الصحيف هو ضد موت الصحف لم تموت الصحف وبنسبة له بهذه الجملة والخلاصة هون أنه بيحكي لك أنه ما زالت على قيد الحياة بالنسبة له هو وجمهور لأنه أعتقد أنه أكثر مجال أنه يكون في الأخبار لها مصداقية أوكي كمل في عنا هنا سؤال على القطع في عنا هنمعان انجليز انجليز شباب في عنا جمل عليها في عنا الكلمة الأولى اللي هي ميديا إعلام أو وسائل إعلام اللي هي جواب هاجي طبعا مجاوب عندكم هي وسائل الاتصال أو وسائل الإعلام أو وسائل الاتصال أحد الأمثلة عليها اللي هو التلفاز والمجلات confirm يؤكد جوابها A show that something is true إثبات أنه شيء ووقع وحقيق ثلاثة source اللي هي جوابها F source بمعنى مصدر اللي هي شباب where something comes from اللي هو المصدر هو من أين جاء هالشيء topic اللي هو موضوع جوابها B اللي هو subject كمان موضوع معناها أوكي عنا خمسة apart from باستثناء اللي هي C not including يستثني أو لا يشمل benefit فائدة اللي هي E ميزة اللي هي شباب advantage ميزة أو إيجابية satisfying مرضي شيء مرضي اللي هي شباب D providing what you want or need نتزود بما نحتاجه ونريده السؤال الثالي now use the words above to complete these sentences أقرأ كلمات الآتية لإكمال الجمل واحد students usually use the internet as a source of information when writing essays استخدم الطلاب على الانترنت كمصدر للمعلومات عند قراءة المقالات تنين I enjoyed أو I enjoy fast food but I find a good meal of home cooked food more satisfying أنا أستمتع وجبات سريعة لكن أجد الطعام المطبوخ الطعام المطبوخ في المنزل home cooked food الطعام المطبوخ في المنزل أكثر إرضاء ثلاث she has worked for magazines لقد عملت للمجلات في الراديو ببذياء أحطات المذياء and other media وسائل إعلام أخرى ميديا وسائل إعلام أربع Can you write me a letter to confirm what you said on the phone هل بيستطاع كتابة ليرسالة لتأكيد confirm يؤكد تأكيد ما قلته على الهاتف خمسة Everything is ready apart from the food كل شيء جاهز ما استثناء apart from استثناء الطعام which I haven't cooked yet وهو شيء لم أطبخ أطبخ بعد أوكي ستة The books in the library are arranged according to topic الكتب في هذه المكتبة هي مصنفة حسب الموضوع topic موضوع أوكي سبعة والأخيرة The main benefit الإيجابية والفائدة الوحيدة of getting news online is that it's free الإيجابية الوحيدة من قراءة الأخبار على شبك انترنت أنها أخبار منجانية أوكي في عنا هون جدوى الملخص شباب كم لي The notes with words from text أكمل منها في عنا advantages of online news كتبوها بالعربي هون هون شباب معناها إيجابيات الأخبار المحوسبة أو الأخبار الموجودة على شبكة الإنترنت طبعاً هو بعتبار ملخص للأفكار اللي حكناها بالدرس مثلاً أن الكوست تكلفة أو الكلفة online news sites are free إذا الرقم واحد الإيجابي الأولى للإخبار على الإنترنت أنها مجانية كثير من المعلومات أو الاختيارات المتعددة في الموضع المختلفة ثلاث أو ثلاث freedom الحرية بحرية بإمكانك أنك تساوي بحث بالموقع الإلكتروني أو تختار الخبر اللي بعجبك أو تسكرول يعني أنك تنزل بالماوس أنك أنت تختار أي خبر ما بدك بإمكانك أنك تبدأ عنه يعني أوك كمان إشي additional audio and video وجود الصوتيات والفيديوهات newspaper can't provide this طبعا بالصحيف الورقي مش موجود أنا عندي إلا صور طبعا غير متحركة وبس عندي أخبار قد تكون ملونة أو غير ملونة مكتوبة بينما زي ما حكي الإنترنت هون في الفيديو والاوديو الصوت stories not as long as in newspaper less time to read توفي الوقت بحيث أنا القصص أو الأخبار الموجودة على الصحيفة not long مش طويلة فسيئل أن أنا أقرأ الأخبر بفكرة صغيرة وأستفيد منه بشكل سري هون هون في أنا advantage of newspaper هون الكاتب يتطفق مع هاي النقاط الكاتب هون دي بشرحنا شو إيجابيات شباب آه اللي صحف الورقي هون حكينا فوق بالأصفر الإيجابيات الأخبار الموجودة في الإنترنت هون إيجابيات الأخبار الموجودة في الصحف هون بالأخضر أوكي كان ويست ليس تايم كمامر هو بحكي الجريد الورقي الكاتب أنه لا تستهلك كثيرا من الوقت ليش لأنه بالنسبة له توفير للوقت لأنه لما يفتع شغل الكوميتر هو يدور بالمواقع الإلكترونية على الأخبار اللي بدوا إياها رح يخذ معه وقت أكثر من قراءة إيش أكثر وقت من قراءة صحيفة آسف من قراءة صحيف نعم بالنسبة له لما يقرأ جريدة مكتوبة بيحتفظ في المعلومات وبالظلم تذكر المعلومات أو الأخبار أكثر من الأونلاين أو المحوسبة المحرر طبعا المحرر هو الشخص اللي بكتب الأخبار أو بكون مسؤول عن زوايب الصحف آآ بحر الأخبار بيكون إله تخصص واحد يتجاه واحد وبعد بيزودك بالأخبار بشكل مباشر جنرالي بشكل عام هو بنسبة إله هون رأيه الشخص كمان إن هي تجربة أكثر رضاء وأكثر متعة أن تقرأ الصحيف الورقية على أن تشاهدها أو تقراها في الأونلاين هزل ما حكنا هون الكاتب بتجه نحو الصحف الورقية هلا السؤال بظل أنت أنت مع أو ضد في ناس ممكن يحكي آآ أنا مع الأونلاين قراءة الأخبار أونلاين طبعا في العصر اللي نعيش فيه في الفيسبوك والشغلات هي أصبحت أكثر إشي الأخبار موجودة بشكل إلكتروني بينما الصحف شباب لسه مشوف إنه في كثير ناس الهجوم مهورها في ناس بقرأوها بشتروها بدفعوا مصار وبشتروها وبشتركوا فيها بحبوا يقرؤوا من الصحف كل شخص إله حرية أو مصدر خاص في هاي الأشياء بتمنى منكم تشاهدوا الفيديو كويس أي شخص بشوف النقطة صعبة برجع بعيد الفيديو شوي التمرين اللي مش محلولة عندكم في الفيديو محلولة بتمنى انكم تفتحوا كتابكم وتحلوها هذا هو كان موضوع الفقراء الموجودة في الوحدة 11 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته